أمريكا الشمالية تميزت بعدد كبير من الديناصرات المميزة التيريكس في الأرض الكتس الكواتلس في السماء والموزاسورس في البحر تنوع وإصدهار كبير وكنت أتمنى أن الوطن العربي وشمال أفريقيا بالأخص يكون فيه معلماء أكتر لأن الاكتشافات كانت هضاهي أمريكا الشمالية لكن ما علينا هنتكلم النهاردة عن الحلقة الخامسة من كوكب ما قبل التاريخ بعنوان أمريكا الشمالية هنشوف قتالات ما بين الأرض والسماء عمليات الصياد في أعماق البحار ووجهات فتاكة ما بين النباتيين الأقوى فاستعدي عزيز المشاهد بجرعة مميزة من علم الحفرية وعزيزي وعزيزتي المشاهدين اللي أول مرة يشوفونا القناة دي مختصة بالديناصرات والكينات المنكردة بشكل عام فلو حابين المحتوى أتشرف جدا باشتراككم ومن غير كلام كتير اديني الانترو علشان نخش بالفيديو أعطو على سواحي الأمريكا الشمالية قطيع من ألموسور بيتنقلوا في هدوء تان بدون أي مضايقات من المفترسات وده مش من الزوء العالي اللي بيمتلكوا اللحمين لا الألموسور دول أضخم ديناصرات في القرى ووزن يصل لـ 72 طن فمحدش من المفترسات يستجرى أن يقرب لقطيع العمالقة دول لكن الخبر المفرح ليهم أن مصير واحد من الجبابرة يتقدموا في السن وده اللي حصل مع جده اللي قدامكم ده ألموسور بعمر سابعين سنة يتذيل القطيع العظمة كبرت يعزون مشاهد وصعب يواكر سرعة الشباب فهم كده باشين بسرعة يجيوا؟ آه يعزون مشاهد ده في واحد منهم أصلا اتخذ مخلفة من كتر السرعة فجده قرر أنه شبع من الحياة واستلقى على الأرض وآخر كلماته كانت ومات الألموسور العظيم ده وبموته وفتح مجال لقدوم المفترسين بعض من الترودونز انطلقوا ناحية الفريسة الأعظم لكن علشان يوصلوا لللحم لازم يختاركوا جلد بسمك 7.5 سنتي وبحجم فكهم الزغير كان شيء مستهيل أنهم يوصلوا لللحم لكن مع قدوم المفترس الأعظم مسألة اختراق الجلد ده تبقى حاجة بسيطة جدا لأسنان بطول 15 سنتي وده أنصور زاكي زي التيريكس عارف أن الفريسة العملاقة دي لازم تجزم مفترسين أقوى من الترودونز فابتدى ينهش في اللحم بسرعة كبيرة قبل قدوم الكتس الكواترس هنا التيريكس رمى بأول أوراقه وهي تخويف المفترس دون اللجوء العزاء لكن الكلام ده منفعش مع الترسور زي ما نفع مع الترودون بس التيريكس شايف أن الكتس الكواترس مش مستعد للهجوم فقرر أنه هيسيبه ويكمل أتل لكن مع قدوم ترسور تاني هنا الأمر اختلف تماما لو منقروا واحد خبط التيريكس في عينه هيجيب له عمى مباشرة ومع قدوم منافس تاني تشاطت التيريكس بتدى أنه هو يزيد وانتقل من وضع الهجوم إلى وضعية الدفاع لحد ما في النهاية قرر أن القتال ما يستهلش أنه يشارك فيه هو ممكن يفوز بس يطلع منه بإصابات هو في غينة عنها فساب الفريسة لكنه رجع لها تاني بعد ما يمشوا المنافسين في الوقت ده في أمريكا الشمالية وخصوصا في البحار فيه عمليكا مفترسين عشان حياتهم بسيطرة كبيرة لأن ببساطة مفيش ندي ليهم والكلام هنا على الموزاسور اللي هيخطط لعملية استياض هيقوم بها بمفرده على مجموعة من الأميناوتس سرب من الأميناوتس متجهين للمياه الضحلة لو وضعت بيت بتاحهم وزي معرفنا في الحلقة اللي فاتت أن الأميناوتس دايما بيسافوا في مموعات ويحبوا يعيشوا في المناطق الدافئة الهدية لكن الموزاسور عارف بالضبط هم رايحين فين ومستخبلهم هناك الفكرة علشان المفترس يتمكن من الأميناوتس لازم يمتلك سرعة ومهارة كبيرة ولو امتلك دولة بس مش هيكون كفاية لأنه لو افتادها يفتادوا واحد أو اثنين وده مش هيشبع مفترس كبير زي الموزاسور فلازم يمتلك ذكاء مع السرعة والمنورة ومين بيمتلك كل داي عز المشاهد؟ ميسي ميسي مين يا غالي؟ أكيد الموزاسور ما تركز ما عز المشاهد وفعلا انطلق الوحش الجبار واستخدم استراتيجية أنا بجيدها في منتهى الذكاء وببساطة كانت بتتمثل في قتل أكبر عدد والأكل هيبقى بعدين الموزاسور كان بيروح ناحية الصادفة وبيكسرها بأسنانه ولما الصادفة تتكسر الهو بيطلع منها والمية بتخش فالأميناوتس مش بيعرف يطفو وبيغرق في النقاع كانها تشلت ومش عارفة تتحرق والموزاسور حدس ولا حرق جمع عمالة يقل عن 10 أميناوتس كبار في ديئة واحدة وبعد ما خلص ابتدى يجمع الغنيمة بتاعته بيجردهم من الأصداف ويستمتع بالانتصار لكن زي ما عرفنا برضو في الحلقة اللي فاتت اللي انت مسمعتهاش اللي هي موجودة في الوصف ان حتى لو الأميناوتس بيموت منهم كتير اللي ان الأضعاف بتنجوا وفعلا العدد اللي استمر في رحلته كان أكبر بكتير من اللي ماتوا ونجحوا بالفعل في وضع البيض بتاعهم في المكان الآمن وهنا تكون انتهت رحلة الأم علشان تبتدي من جديد رحلة الأطفال البحيرة دي مليئة بالمشاكل درجة حرارة عالية منسوب منخفض من الماء ومعادن ذائبة سامة مياه غير صلاحة للصور ومكان صعب يعيش فيه أي كان حي لكن زي ما تكلمنا في حلقة الأراضي الوعرة أي مكان يباني أنه بلا حياة نسبة كبيرة جداً هتلاقي في حياة لأن ببساطة فيه كائنات بتجد الظروف دي ملائمة جداً والكلام ده بينطبق على البحيرة اللي أممنا ممكن فعلاً يعزي المشاهد ما يكونش فيه مخلوقات بحرية في المية لكن فيه مجموعة كبيرة من طيور الاستينجيتا بتريح في البحيرة دي خلال الهجرة طيور بيعتبرها العلماء أسلاف للبط الحالي ولو بصنا على الشط بنلاقي عائلة من البكتيندون فصيلة من الديناصرات ذات الريش الغير طائر بصلاح عزيز المشاهد كنت مستنينك تسألني سؤال لكنك مسألتنيش ما تركز بقى عزيز المشاهد إيه اللي هيخلي الكائنات زي دية تجي في المكان ده يعني حتى لو فيه مية هي غير صلاحة للشرب وكمان ما فيه أسماك الإجابة على السؤال ده يا غالي هو الذباب بالمصر يعني الدبان حرفياً ملايين بتتجمع منه سنوياً وده بروتين ومن الفترسات بتجد ان دي فرصة فليس سهلة ومفيدة كل اللي عليك انك تفتح بقك وتجري هتلاقي الدبان بينزل عن مادة على طول والأمر ده كان ممتع للإستينجيتا وصغار البكتيندون لكن الأب عينيه كانت على حاجة أكبر كان عايز طبق ملوخية بالبط شوية الدبان دون مش هيحواه مع حاجة وبالفعل انطلق الأب بكل حدوء ناحية سرب الطيور مرة واحدة لط من على الأرض ومسك الفريسة من رقابتها ورجع بالوليمة للأطفال كل الناس عارفت تيريكس والأغلب عارفين تيريكس الصحراء وهو التربوسور لكن خلونا نروح للقدب الشمالي ونتعرف على النانكسور سهلية الدب بالقد ديناصور مفترس من عائلة التيريكس متواجدة في ظروف صعبة لا تحسد عليها أنثة وحيدة مطالبة باستياد أي فريسة وإلا هتموت من الكوع ومكان زي دا نادرا ما هتلاقي فيه نباتات وده بسبب غياب الشمس فنادرا برضو ما هتلاقي فيه فريسة عاشبة لكن لحسن الحظ كان فيه بعض من النباتات متواجدة ما بين السلوج البيضة لكن الأغلب النباتات دي بتبقى جفة بس دا ما منعش الأورينثومايمس من التصارع للاستفادة منها وهنا كان لازم تتدخل النانكسور هي مش عارفة إمتى هتلاقي فريسة تانية وبالفعل انطلقت ناحيتهم بأقصى سرعة وكلما تحاول تقرب منهم القطيع كان بيبعد لحد ما المسافة ما بينهم بعدت خالص والاستياد بقى شيء مستحيل وفشل النانكسور في الاستياد كان ليه أسباب واضحة أولا الأورينثومايمس كانت سريعة جدا علشان تتمكن منهم لازم المسافة بينك وما بين الفريسة تبقى ريبة وبقرب المسافة الاندفاع القوي هيساعد أكتر بالحصول عليهم بس النانكسور كان صعب عليها تقرب المسافة ما بينها وما بين الفريسة لأن المنطقة كانت مفتوحة ما فيش أي مكان للاختباء فهي فهمت إنها لازم تلاقي المكان المناسب للتخفي وبعد فترة من تتبع أثار الفريسة ووصلت النانكسور تاني للأورينثومايمس لكن المرة دي كانت متخفية وعمالة بتقرب خطوة خطوة وكل من مسافة ال نسبة النجاح بتزيد لحد ما وصلنا للحظة المثالية انطلقت المفترس ناحية الفريسة وقرر القطيع إنه هو ينقسم علشان يشتته المفترس لكن النانكسور كانت حط عينيها على فرد بعينه ومش هتسيبه غير وهو في أسنانها وبالفعل الفرد اتعثر في الطريق وكمل يمكن ينجو ولكن تمكنت منه النانكسور وأخدت الفريسة للأطفال لكن علشان يجبره لازم تكرر نجاح العملية دي تاني لحد ما الصغار يجبره وينضمه للأم في رهلة الاستياض في وسط غابات السنبر في الشمال بنسمع أصوات غريبة لما بنقرب بنجد أن موسم التزاوج بدأ قطيع من الترايسيراتوبس مجتمعين للقتال والتباهي لإغراء الإناث الذكور هنا بتتقاطل بعنف جديد فبعض الأحيان ممكن يفقد قرونهم أو حتى حياتهم والستاذ بتجد اختارها الجاهز اللي على مزاجها هي بتختاره بس ده شيء طبيعي الذكور هم اللي محتاجين للإناث لأن الذكر ممكن يتكاثر مرة واثنين وعشرة الموارد بتاعته كتير جدا لكن الأنثة مواردها محدودة فلازم تختار بعناية شوف مين الأقوى الأحلى مين اللي يقدر يحافظ على العيلة من هجوم المفترسين فعلشان كده الشباب بتكون متحمسة جدا لإظهار الكوة اللي بيمتلكوها يعني الفرد ده مثلا في ذروة شبابه بيمتلك قرون طويلة وصلبة وشغال تباهي بيهم لحد ما وصل عم الحتة الكبير ذكر بعمر 30 سنة ووزني أتخطط 9 طن جاي ينيم الغابة من المغرب بس هنا حماس الشباب بيظهر فرح الشاب إنه وجد منافس ليه فيطار من اللي يفوز الشاب اللي عنده مرونة وطاقة هو اللي الحج ذو الخبرة والكوة بدأوا تحدي القرون وهنا كل واحد بيزنق قرنه في قرن التاني وبيبتدر يضغطه عن طريق لف رقابتهم واللي بيمتلك القرون الأصلب هيفوز وهنا أظهرت الخبرة عامل كبير ومع التفوق في الحجم فاز الفرد البالغ وحصل الحج على الزوجة المناسبة لي بعد الانتصار الكاسم وعلى الرغم إن الشاب خسر لكن العلامة اللي طلع بها من القتال هتساعده في موسم التزاوج القادم لأن ده دليل قوي على خبرته لكن الموسم ده هو يدوبك يروح البيت ويخلي الست الوالدة تسقيله عشان يتعشع طب يجيون عايزة سأل سؤال إحنا عرفنا من الحلقات اللي فاتت إزاي بنعرف من الحفريات إن الكائنات دي كانت بتتقاطئ بس أدلوقتي عايزة عرف إيه فادت الأهداب الضخمة اللي بتحوط الجنجمة سؤال جميل جدا يا عزيز المشاهد الأهداب كانت كبيرة وبتحتوي على كم هائل من الأنسجة والعظام فلازل تقول لها فايدة أحفير الأهداب مليئة بالجروح البعض منها موجود وظهر على الجنجمة وإن بعض كان موجود وتم استشفاؤه وده دليل على استخدام الأهداب في الدفاع ضد أي مفترس وممكن الهجوم ضد أي فرض آخر من الترايسيراتوبس في مواسم التزاود لكن برضو في العالم الحالي بنجد كائنات بتمتلك قرون ضخمة وكل ما القرن بتاحها كبر ده بيزود فرص اختيار الإناث لهم لأن ده دليل على القوة والصحة فممكن تكون أهداب الترايسيراتوبس استخدمت لإغراء الإناث كدليل على صحة الفرض ده غير إن حفريات الأهداب يعزز المشاهد كانت محززة بشكل كبير بتأكد إنها كانت غنية بالأعصاب والحويصلات الدموية وده بيخليها ملونة فلو بتستخدم في الهجوم والدفاع بس إيه لازمة الألوان؟ فلما نربط كل المعلومات والأبحاث دي مع بعض بنطلع بالمعلومات التالية إن الأهداب مفيدة في الهجوم والدفاع والتباهي ودليل على صحة الفرض الجنسية وقابليته على التقاثر بشكل فعال ودي عزيز المشاهد كانت الحياة في كوكب مقابلة تاريخ بالأخص في أمريكا الشمالية فلو استمتعت بالحلقة اللايك الجميل بتاعك هيشجعني كتير وفي الحلقات القادمة هنتكلم عن مواضيع كتير زي الإنقراض والديناصرات العربية وكمان سسيرة العصول فاشترك في القناة وفعل زر الجرس وأخيراً الحلقات الأربعة اللي فاتوا كلهم موجودين في الوصف شكراً يا عزيزي على وقتك الغالي كان معكم جيو وسلام شكراً لكم شكراً لكم اشتركوا في القناة